الفصائل الصبح هي حشد وبالليل فصائل يعني تقنعني هسا كتاب حزب الله مو أغلبهم بالحشد الشعبي أو النجباء أو أغلب الفصائل اللي تقصف الأمريكان هي جزء من الحشد الشعبي أو جزء مهم أستاذ محمد نحن كما يقول المناطق نعتمد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم نحن نلزم الدولة والسيد السوداني والسيد فالح الفياض يعني مسؤولين أو مسؤولان مهمان في قمة هرم الدولة نحن نلزمهما بما يقولون نحن شن ندخل السلفصائل شن نقول نحن نقول أن ما صرح به السيد السوداني وما صرح به السيد الفياض فصل هؤلاء عن الحشد نقطر السطر هم يروحون يقولون نحن حشد يقولون نحن كذا وبالمناسبة التصريحين وعشرات التصريحات من هذا النوع لم تذكر هذه الفصائل بأنها مقاومة وإنما تقول فصائل هذا يعني أن في العراق لا توجد مقاومة المقاومة الشرعية والدستورية والقانونية وحسب القوانين الدولية انتهت في 31-12-2011 خلص في ذلك اليوم خرج آخر جندي أجنبي من العراق وانتهت المقاومة ما نراه اليوم من وجوه قبات أجنبية هذولا كلهم اجوا بدعوة من حكومة السيد السوداني عفوا من حكومة السيد المالكي وكلنا نعرف ذلك هو اللي انطاهم الحصانة الدبلوماسية هو انطاهم الحصانة والحماية الكاملة وكل القوى السياسية والحكومة ومؤسسات الدولة والزعماء القوى السياسية يقولون أن هذه قوات قديقة جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية طيب هاي واحدة إذا تسمح لي هنا أنا أضيف نقطة في غاية الأهمية أستاذ محمد وهي أستاذ نزع طبعا ما تم لحد الآن من لجم نشاط فصائل فصائل حقيقة هذا أمر يحسب للسيد السوداني بغض النظر عن الأسباب والمسببات وبغض النظر عن التوافع وإيش شيء ايش تقصد باللجم إذا تقصد بالهدنة سمعت الأستاذ كاظم يقول لك لا اللي دا يصير عادة تموضع الفصائل غير ملتزمة بهذه الهدنة أستاذ محمد إحنا العراقيين ومن عندنا الفصائل طبعا نستعير كثيرا مصطلحات نظام الطاغية الدليل صدام حسين شلون كلنا نتذكر ثمان سنوات حرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران في كل مرة عندما كانت تسقط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة حربية عراقية البيان الرسمي العراقي ما كان يقول سقطت تذكر شنو كان يقول أنت ما تذكر أنا هسا أذكرك وأذكر المشاهد الكريم كان يقول كبت كبت يعني كيوت نزلت بالبراشوت الطيارة كلها كيوت بهدوء بهدوء وبطريق يعني جميلة وحلوة نزلت على العرض ما كان يقول ولا مرة وحدة أن طائرة حربية عراقية سقطت دائما يقول كبت أي واحدة الشيء الثاني حتى عندما انهزمه في معركة الفاع وهي معركة تاريخية وهزيمة يعني كافرة شنو قال قال تم الانسحاب التكتيكي وعندما دمرت قوات التحالف الدولي الجيش العراقي في الكويت وعلى طول الطريق من الكويت إلى المحافظات الجنوبية وإلى بغداد ومر العراق بتلك المعاسل يعني التي يندى لها الجبين ويندى لها التاريخ شنو قال صدام قال انسحاب تكتيكي لا تستغرب يعني هذه مصطلحات أوف من نواياك أوف من نواياك أستاذ نزار أوف من نواياك أوف من نواياك أنا أتمنى أتمنى ألا يفهمنا أحد بالغلط لا واضحة أستاذ نزار خليكو أصلاً نهاية النقطة راح أروح بيها للأستاذ كاظم الحاج أستاذ كاظم أنا ما كملت ما كملت الفكرة والله الفكرة واضحة أستاذ نزار لا 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 بعدين 30 ثانية يلا تفضل 30 ثانية بس واضحة لا نصوص لازم أقراها حتى تتضح الفكرة بعدين إن شاء الله